مريا مريا وصلنا 38 دقيقة تحييريكم من نفس الكل مرة أخرى سعد أجيد من باستقبالسي عبدالقادر بسلامي أستاذ جامعي وعضو في مجلس العلمي المستقيل في الفساق نابل مرحبا بك مجلية سيدي لا واحدة عودة جامعية صعيبة برشا بشا تكون في نابل النهاية كانت صعيبة للأخر وقت ما نشعارفين وأنه سنة الجامعية بش تكون بذاءة ولا لا في نابل ولا في غيرها بش نحكيه بش نصلتوا فقط على نابل نقوله بتاعنا ويستقيل المجلس العلمي بعد الحركة الأخيرة للكتاب العامين نرجو على أسباب الاستقالة الجامعية بش نولي يصير بالضبط فمش محاولات ولا لا مع سلطات ومع المشرفين على هذا القطاع ونبدأ معك سيدي أول حاجة بارك الله فيك أول حاجة سعرنا الحمد عنه بريسيزية ومش مجلس العلمي بارك مستقيل احنا عنا العميد مستقيل رؤساء الأقصية مستقيلين المجلس العلمي والمسؤولين علي مستير يعني كل منه عنده مسئولية أستاذ وعنده مسئولية إدارية استقال السبب منتع الاستقالة هذية معناتها بالنسبة لنا احنا كما قلت انت عمناه وكان عام صعيب يسر بعد ما صار اللاكور مع الوزارة احنا تعاهدنا باش نشحوا السنة الجامعية وخدمنا وخدمنا بعد الوقت وخدمنا لكلنا كأساذة وكإداريين وبالنسبة لكلية العلم الاقتصادية والتصرف بنابل احنا كمنا الخدمة نتعاني نهار ثلاثة قوت معنات احنا في بانا ونجحنا السنة الجامعية والطالب اخذوا النتائج انتاحهم وكل شيء تعدى على مورام على أحسن ما يورام بالرغم اللي كانت سنة صعيبة دونك احنا كنا نستنوى انه مش يقع شكرنا على المشهود هذية الجبار خصوصا الاداريين اللي هما كانوا معناتها معناتها ضحية انتا اللي صار عم ناول عيوضع لذلك انتفاجوا انه لترانت اوت لترانت جوية سبعني يجي قرار من اللول كانت إشاع سمعنا بها بتغيير الكاتب العام لكلية الحاجة اللي زمنا سكول تعرفها هو انه جامعة كارتاج فيها اكثر من ثلاثين مؤس الحركة هذية مست خمسة كتاب عمين بارك عليش منفموش شو تغسيركم منتومة ومسالش كي قلت انتي منفموش منتصوروا انه ضمنيا تفهموش شوية بالضبط شو مالي صار بالضبط وعليش انا التفسير انا التفسير اكثر زملائي اللي استقالوا هو انه هذه عملية انتقائية وانتقامية عليش انتقائية وعليش انتقامية انتقائية على خطر فما حسابات انتخابات كلية العلوم الاقتصادية وتصرف بنابل كان العميد القديم انتاحها تقدم الرئاسة للجامعة ضد رئيس الجامعة الحالية وكلية العلوم الاقتصادية وتصرف بنابل الاغلبية انتاحها ضد رئيس الجامعة الحالية وهذا ماليونزمان والتي تعادى عنا في تونس انه الانتخابات والحسابات انتقائية الانتخابات هي اللي تطغى على العمل انتقى المسؤولين انتقائنا ضد ما ما قبلتش واذا يراموا كلام مش نقول فيه كلام مبارئة انا عندي معطيات تأكد الشيء ضد ما سامحتناش اللي احنا انتخبنا نخبنا ضدها فوتينا ضدها هذه الحاجة الولانية الحاجة الثانية كلية العلوم الاقتصادية وتصرف بنابل عمنا والاضراب فيها كان ناجح بطريقة كبيرة يسر وكان فما تضامر بين الاسادة وبين الناس الكل وخدمنا معناتها بعد موفاء الاضراب زادة خدمنا كما يلزم ونجحنا السنة الجامعية ففما تحذير للسنة القادمة لأنه هذه زادة وهذا لحساب الطلبة وحساب السنة الجامعية هذا شنو احنا هذا اللي قلقنا وهذا الشي اللي خلنا نقدمه الاستيقال اللي معناتها المسؤولين يجريوا في نخبة البلاد وفي الأجيال البلاد بعقلية الانتقام وبعقلية تسبيت الحسابات والله الحقيقة فورلي مرقيت ما نعلق سيمون ذرا ماذا بينا ما عندك رأيك في الموضوع هذا أنا الحق لقيت توفي تونس الحقيقة ما عاش نستغرب بوبرشة في زمن معناتها العديد من الوزراء هما ما يرتقوش حتى يكونوا دي شاب سيرفيز بهين في مؤسسات في دولة عادية تحترم نفسها وهذا رأيي ونتحمل فيه بسوتي بوبرشة وزراء وما نحبش نسمي لأنه الأداء متاحهم يدلوا عليهم دونك عملية تسأر غير مستبعدة أنا قلت تسأر من ذفرين وكلمة كبيرة لكن هذه الحقيقة قد قلت نتبع في الأستاذ بانتباه شديد حال الجامعة التونسية يرثى له جامعة أصبحت تخرج في الأميين جامعة مستوى شهادتها شهادتها الجامعية ضعيفة وضعيفة جدا جامعة غير مصنفة حتى في الدول اللي كنا قبل سمحني وسمحون السادة المستمعين نضحكوا عليها مغارجة الجامعات الافريقية أقرب منها وخير منها وشهادت معتمدة بها وكل شي حال الجامعة الجامعة التونسية هذا باش نحطوه وباش الناس كل تعرف ولذلك حتى العائلات معاش متحمسة برشا أن يتقرر صغيراتها في الجامعة أنا نعرف برشا ناس سمحني يا مين على الطرقية ذي لكن طرقية مهمة جدا إذا ذهب التعليم ذهب كل شي الصراع مثلا اليوم نعمل فيه حول المرأة حقنا مثلا أولوياته هو يكون حول التعليم معنا احترامي لكل القضايا الأخرى لأن التعليم هو اللي يخرج يبني الشخصية هو اللي يبني المواطن هو اللي يبني المرأة هو اللي يبني الرجل معناتها الجامعة التونسية انهارت لكن حاب أقول له حاجة الكاتب العام هو الحقيقي يعين مش منتخب مش منتخب أي معناتها صحيح معنى اشتقى كبير ياسر وعنى احترازات على الناس اللي يعين ولكن في نهاية المطاف احنا عنا مجلس علمي المجلس علمي ومنتخب عنا عميد منتخب الاشخاص هذو ما يقدموا روحهم في الانتخابات ويعملوا حملة انتخابية على برنامج برنامج يقولوا اللي احنا مش نسيروا بالطريقة الفلانية ومش نعملوا البروجيه الفلاني دونك أقل حاجة كنا نستنوع احنا ما ما نطمون نقولوش انه رئاس الجامعة ما عنداش الحق باش تمارس سلاحياته لكن اقل حاجة ان نقولوها هو انو تاخذ راينا دونك مبدأ التشاركية هذي الوزير احكي عليها اول ما جاء والرؤساء الجامعات الكل يحكيوا عليه يقول لك مبدأ التشاركية انا نحب نقول اذا كان هي تغير اللي تحب وتعمل اللي تحب احنا كمجلس علمي مللوش منتخبين علما وانو المجلس العلمي احنا رانا ما نخلصوش وعند هذه مهمة نعملو فيها لا اخي سمحني الكاتب عام امين الكاتب عامره هو شخصية ادارية ايه ما شخصية سمحني مسلة ادارية بحتة معانتها ما هو شي العميد اللي ينتخب زملاء وينتخبوه بشكل ومثل فيه حتى الطلبة وينتخب بشكل شفاف وكل شيء لكن هو معين هذا شخص معين صحيح هو كما قدلك هو معين تبقينا الكاتب العامر ويمثل عرصة ويمثل بالنسبة للعميد مثلا وبالنسبة للمجلس العلمي يمثل البراء ادمينيستراتي يعني اللي احنا نقرره هو ينفذ دونك ستوني كيب دونك احنا كنا ننتظروا انه اقل حاجة هو انه يقع استشارتنا هذا شطالبين احنا ما نشطالبين انه احنا نقرره اما على الاقل يقع استشارتنا فما حاجة اخرى مهمة البريود احنا طورو كنا كمنا سنة دراسية الفارطة لكن احنا بدينا في سنة دراسية جديدة احنا بالاسبوع اداء يعلنا سيليكسيون دي مستير احنا نورمال مو ما وقفناش ما زلنا كنا نحضروا للسنة الجامعية القادمة دونك الوقت زادة يقلق دونك تغيير الكاتب العام في الفترة هذه هو ارباك لعمل المؤسس واللي كنا طلبناه هو انه على الاقل يقع استشارتنا لانه نحن نقول لك انا اذا كان في العشية المهمة من بين الادارة والجسيون تالكولية فمن الجسيون دي پرسونيل الكاتب العام في بارتيد الجسيون دي پرسونيل دونك احنا بالنسبة لنا كتبدا عندك ايكيب ويجيك واحد قبل باش نيخذوا عبارة انتا كورة يجيك قبل الماتش بنهار ويبدلك يربك العملية يربك العملية ولكن ما ينجمش يعطلها معناها لانه طوي يقول قايل طوي يتابع فينا برشي سامحني الكاتب العام اللي باش يجي مثلا باش نجم يعرف في ايجاري المؤسس لانه باش يكون وكان عنده كان يشرف وزادة على نفس الوظيفة في بلاسة اخرى المشكلة انه فما في العلاقة بين الاساذة وبين الادارة فما علاقات انسانية لانه العلاقة راهي جنيرا المو علاقة صعيبة لانه الادارة والاساذة الخدمة متاعنا مش نفس الخدمة وفما تاريخين فما شوية دي تانسيو دانك تلقى انتي يكيب تمشي ومنظمة وامورها مريقلة انا واحنا في كلية العلوم متاعنا الاقتصادية كنا نستنعوا انه مش يقع معاناتها شكر للاندارة مش يقع لانجاح السنة الجامعية الفارطة انا لحب نسأل سؤال اخر عليش خمسة كتاب عامين برك عليها اكتر من ثلاثين مؤس هذه الحاجة الولانية وفي الخامسة هذو ما فاما سد شغور فما شكون اللي اللي ولي معروف انا نحب نقول زادة اللي ما فامش انا وحتى قانون صحيح هي سلاحية رئيسة الجامعة اما ما فاما حتى قانون يفرض عليها باش تعمل الشيء هدايا دعوك ما فامش معانات بالنسبة للكتاب العامين نتعالك كليات مش كما بعض المهام وين فاما مثلا امور مالية وامور حاجة كمناك فاما بالنسبة لنا احنا ما فامش ونحب ننذكر انه زادة في سنوات الفارتة بعد الثورة الكاتب العام زادة نحب نقول راهو مواطن تونسي وعندو حقوق دونك جي انتي هكاكا بعد من غير لا تشاوروا ولا تسلوا انا عندي معانات النقلات اللي صارت في السنوات الاخيرة الكل كانوا ياخذوا رأيي الكاتب العام وكانوا حتى اذا كان فاما حركة يطلبوا من الكتاب العامين باش يعطيوا ليفون تحهم الاتصال بيهم انتوما كأسادة جامعين واو كإدارة للاستفسار حول شنو بالضبط علاش شنو الأسباب اللي تخلي باش يننقلوا كاتب العام وصلتوش صوتكم وانو هاو السنة الجامعية سعيبة الحركة هذية خلينا ننأجلوها لوقت لوقت واحد اخر باش نحاولو نعديو دي مراج بتاع السنة الجامعية وحتى معناها السنة الجامعية اللي تعددت يعني ذور لي انا كنت حاضر سور بلاس في نهاية الأسبوع في الجامعة وفهمتوا انو سيدا يظهرني ما زالت ما تسكرتش السنة الجامعية اللي تعددت ما زالت ما تسكرتش المية في المية اي احنا امس مثلا امس صرت الحفلة التخرج التالبان تاعنا ونورمال ما ابرتير من النهار الثلاثة مش يكون الطلبة مش يكونوا موجودين في الكلية باش باش ياخدوا الشهية دين تاعهم دونك السنة الفارتة زادة اللي قلقتنا برشا هو انو احنا راه المسؤولين امتاعنا هم الكلهم اساذة كيفنا وهذا كنا نتصوروه في وقت من الوقات انو افانتاج لانو هدايا لكننا اساذة بين بعضنا دونك نعرفوا بعضنا واحنا سمعنا بالخبر هدايا قبل الأسبوع ما يخرج وحاولنا عن طريق معانتا بطرق غير رسمية باش نتصلوا بالمسؤولين اللي غادنا هو انو المسؤولين ما حابوش حتى يجاوبونا وتهربوا وما يحبوش حتى اصدقاء عليهم ما حابوش يزوا عليهم التليفون دونك هدايا يدلوا وانو القرار هدايا فيه اه معانتا اه خفاية اللي احنا ما تعجبناش واللي انا كنت اه حكيت عليهم إلا اذا كان جاء فما اه سبب مقنع ما راش علاش ما مثلا رئيس الجامعة ما تستقبلش المجلس العلمي ما تستدعناش وتناقش معانا وانتو طلبتو منها اوديونس طلبتو بش تقبلوهم المجلس العلمي طلبتو بش تقبلو رئيس الجامعة طلبنا طريقة غير رسمية عن طريق عن طريق معارف ليه احنا 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 لماذا احنا احنا ما طلبناش رسمي لانو احنا جاءنا القرار رسمي معانتا اجعل قرار اتخذ وابط قرار رسمي انو نهار 15 الكاتب العام نتصور العلاقة وانه اكبر من هذا اكبر وانه نتعاملوا مع بعضنا صحيح انه نتعاملوا بعيدا على نحس وما نحس شو ذا ذا مهنيين الكل معناه نتصور معناه علاقتكم كاسادة مع بعضكم تكون اكبر واعمق ولا لي نعرفوا انه حتى الوزير التعليم العالي وبحث العالمي يظهر لي ود الفساق نابل معناها يظهر لي ربع سنين من خمسة سنين يقري هوني في الفساق معناها هو اللي يقري الهنا زميركم حاولتوش الانتصال بي وهذا بالاشياء اللي خلانا ما نكتب حد شيء اوفيسيالما و لانه كي حاولنا بالطرق الاوفيسيوز عن طريق الاصديقة والله التصعيد هو خلينا نرشوفوا اوفيسيوزمان كلمتوه الوزير مهازش لكم كلمنا الوزير كلمنا رئيس الجامعة الاخبار احنا كما قلت عنا اكثر من اسبوع من اللي في بنا بيه اتصلنا بيهم عن طريق اصدقاء لكن ما حابوش يجاوبوا وشادي نصحيح في القرار انتاحهم وما حابوش حتى يفسروا احنا اللي قلقنا في الحكاية كي ما قلت لك هو انه يجاق يعني فسر لي عليش عطيني سبب واحنا ما ندخلوش في الصلاحيات متاع كل واحدة صحيح اما كيف اه كي ما قلت لك نخبط البلاد انتصرفوا معها بالطريقة هذية لك احنا بالنسبة لينا للجواب انتاعنا كان واضح اذا كان انت ما تستحقنيش وما تشاورنيش الويش موجود انا دونك انا انا قدم استيقالتي ويجا اخدم انتي. هذي مش في تقديري خطوة تصعيدية ومتسرعة بهي. اتعرف رو في شروط التفاوض في العركان سمحني. واحد ما يضربش ديركت بالنوية. انه دو نوية رو سليح ردعي مع انه تيهدوا بيه بركة ماذا استعملوشو. انتم مشيتوا مباشرة الى حل المجلس الانمي وما بعدوش اختخذوا القرار هذي باش يجيوا هما يتصرفوا في الكلية ويخدموا الخدمة تياحهم بما انه ابرامول خدمة بتاعنا احنا مش عاجبتهم. دونك احنا مش نرجعوا اسيدة. انقريوه على روحنا. انا نعاود نقول اللي هالي تاش ادبينيستراتيف كما انا مثلا نعاوده في المجلس الانمي واني ما نخلصش عليها. انا نقايم بالتاش هذي حبا في المؤسسة تاعي. وباش نحاول نحسن المليو اللي انا نخدم فيه. اذا كان انا اه اه اتصرف انتاعي ما يعجبكش. ولا زيدنا وفما خلفية اكبر من هذي الكل. اللي هو اه احنا قاعدين نلاحظه وانه التوجه انتاع وزارة تعليم العالي هي اه اه سحب صلاحيات من المجالس العلمية المنتخبة. لانه المجالس العلمية بالنسبة لهم عباد يتكلموا ياسر. وعباد ما يوسكتوش. وليسان ديفيسيلمون كنترولابل. وكيما نظن انكم اه تشتروني رايي. كيما في البلاد الكل نحس وانه اه الديمقراطية ما هو تتناش برشة خصوصا للمسؤولين انتاعنا. القاوة تاعب ياسر. والقاوة انه شعب التونس يتكلموا واعي ويعرف شي يعمل. دون قاعدين نرجعوا. نرجعوا على المكتسبات هذه. سعب القدر سامحني كل سلطة بطبيعتها تحب تفك. اي سلطة حتى في امريك. السلطة من طبيعتها هي تسعى كما يقول ببير بورديو على المجتمع الفرنسوي تسعى للمنة على الاطراف الكل. دونك عادي تقولوا في كلمة دي. لكن انتم من كونتر بارتي مش كم تقدموا استقاليتكم. انتم مجلس منتخب. انتم منتخب عندكم لجيتيميتية عندكم شرعية. هم عندهم التعيين عندكم شرعية الانتخاب. يا خوية بسراحة انكم تحلوا المجلس العلمي وترجعوا تزو كارتاب لكم وتقروا. انا لا ارا فيه الحل. يعني نقول لك انا رو هذي الحل اه ممكن احسن حل احنا رانا نعرف اه اش نعملو مخدينياش اه بمعانا اعتباطيا احنا بالنسبة لنا كما قلت لك واختلي الانسان يحس انه مش محترم. احسن حاجة هو انه يخرج من المهمة هذي. وعلى كل حال احنا روه بالنسبة لنا المجلس العلمي هذي تحل اه تصير انتخابات يعاودي اطلع مجلس العلمي اخر اساذ الكنة اساذة. والحركة هذي حركة مهمة ياسر. وكما قلت لك نحبه نقوله للمسؤولين انتاعنا احنا رانا بالعربي ما ناش عسكر كارثورنا. احنا رانا ناس نخبة. ارانا اساذة. وارد اذا تحل باب الحوار اه انه بتتراجع على الاستقالة. بتبعت العلحة الاستقالة احنا قمنا. الاستقالة غير مفعلة هي الان. هي الاستقالة عند السيد الوزير. لا 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 احنا بعثناها للوزارة وبعثناها رئيس الجامعة. رئيس الجامعة هو عرفكم المباشر. ايواش المبادل. اجبتني الكلمة. اجبتني الكلمة. لانه. لا لا.спravك اه لا يظنوا انهم عرفتنا. واحنا نحب لان نقولولهم. احن ارام عنا حتى عرفات لان懂نا هي الكرتابة. لا 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 احنا لان لناش MS هم عرفات لانهم ينظموا يعني انهم عرفات بالمعنى Restaurantónلف تسيرى لهم عندهم ينظموا 일반 الحدد. مش بالمعنى وايه. لا لا. اذك اي. اcksرة. تسيير المؤسس. طي. يختضي. ارارشي. خلينا قدموا توا أنا بش قدموا لأنه الوقت يدامنا وبش نفهموا شنو المرحلة بش يكونوا من بعد توا قدمتوا لنا الاستقالة صارتش انتصالات مباشرة أو غير مباشرة بينكم وبين الجامعة وبينكم وبين الوزارة فماش مفاوضات لأنه رو إذا بش تتعادل أمور بسهل وأنه استقالة جماعية لمجلس علمي ورؤساء الأقسام وغيره رو ما هيش سهلة معناها رو سنة جامعية معطلة معناها ممكن أمبان إلى حين معناها الفسيق نابل تفضل سيك احنا الاستقالة احنا بالنسبة لنا الاستقالة هي حركة حتيت جاجية على اللي صار احنا قلنا حتى في الاستقالة أنه احنا متفتحين للنقاش وحتى معنا تغيير الكاتب العام مش هذه المشكلة يجي أقنعني عليش فسري شنو الأسباب إذا كان فما أسباب مقنعة احنا ما ندخلوش في الأمور اللي ما تخصناش احنا بالنسبة لنا نعاود نقول أنه سبب من الأسباب التي تعالي استقالة موش تغيير الكاتب العام هو معنا تجاوز المجلس العلمي والعاميين وهال المسؤولين هذو ما الكل ومعنا تحسين أنه معنا شعاتينا حقيقين ضد القرارات الفوقية المسخة معاليش تحابة توصلوا ونسخة تقولونا بالضبع خصوصا كما نعاود نقول له في مليون نخبة ما نصرفوش معهم بالطريقة هذي في دقيقة ونص تقريبا أكثر من عام التالي في لقاء صحفي تقابلنا في مؤسسة أخرى وكنت نحكيه على إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ونوصل هكي السؤال اللي سدود قلت لي تقابلوا بعد بعام وتو نحكيلك هنتقبلنا بعد بعام ونوصل للإصلاح والله مزال في النقطة اللي كانت قبل بعام كما قلت لك هذاك علشان نعرف روحيش كنت نقول قلت لك قبل العام لأنه وقتا جاوا يحكيونا على مخرجات حلوين ياسر وكانت تفكر قلت لك كلام حلو ياسر نوايا طيبة ياسر لكن في التفعيل نخافوا ديما بالتفعيل احنا دونك إلى حد الآن ما فما حتى حاجة جديدة صارت يقولون سيد الوزير خرج عنده أسبوع يقولوا أنه فما حاجات مش تبدأ في السنة الجامعية القادمة احنا طلعنا على مشروع مشروع يخوف ياسر لأنه احنا قاسينا مدة سنوات من سيستام LMD انا نحب نقول للولدين ونحب نقول للطلبان تانا اذا كان الاصلاح اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا مش يدخل حيز التنفيذ انا مش نزيده انقصيه عشر سنوات اخرين لأنه ما فما حتى اصلاح اللي نعمله ريزيومي في جملتين صغار الاصلاح هو تنحية صلاحيات المجالس العلمية وتنحية صلاحيات من الأعضاء المنتخبين وزيادة في هيمنة الوزارة والسنتراليزاسيو واضح شكرا لك دكتور عبدالقادر بسلامة وعضو في نقابة الإجابة كيف كيف عضو بالمجلس العلمي المستقيل في رفسي جنابل سنة جامعية عودة صعيبة كما نهاية السنة الجامعية هذه على ما يبدو لازم سلطة الإشراف تبعد من القرارات الفوقية وتقدم على السيدة ذو مرمساذر هذا ما النخبة معناها هذا ما مش أي ناس معناها على كل شاء الله الامور تتحل في أقرب الأوقات شكرا لك منظر ملتقنا غدوك العادة شكرا لكل الفريق شكرا لصديقتنا مروة الجزيرة اليوم عد ميلادها نتمنلها كل عام يا حايب الفخير وفي عيد ميلادها وعيد المرأة اليوم سألتك فولا بشنديل كل أغاني الحاسة لبعض الأخبار